السلام عليكم مرحبا بكم في مطبخ وتدابر نورا مرحبا بكل المشتركات في الفيديو اليوم سنتقسم معكم طريقتي في تحضير لي مادلان سيكون بطريقة سهلة بمكونات بسيطة كذلك رايح رايحين تشوفوا معايا كذلك طريقتي اللي نعتمد عليها باش نتحصل على لقون فيتشوري جيني في وسط الحباتة لي مادلان ان شاء الله تعجبكم الوصفة اليوم وتجربوها وتفرحوا بها العائلة ديالكم تمنى لكم مشاهدة طيبة للفيديو بسم الله بالنسبة للمكونات نحتاج كاس تاع الزيت كاس تاع السكر حجم الكاس المستعمل ١٢ ميلي لتر عندي هنا خمسة حبات تاع البيض كما راكم تشوفوا البيض اللي استعملته صغير اذا كان عندكم البيض كبير قدوا تستعملوا فقط أربع حبات بيض نحتاج كذلك لتحضير هاد الوصفة عندي علبات تاع الياوخت من الأفضل يكون بذوق الفاني او يكون بذوق الليمون رايح يعطيكم بنا الهاد لي مادلان واذا ما كاش عندكم الياوخت تقدر تعوضوه بنص كاس تاحلي بنفس الكاس اللي كي يلتبه السكر والزيت نحتاج كذلك المبشور الليمون او مبشور البرتوقل واذا ما عندكم اشتقدو تعوضوه بلافاني ومغير فاتكون شوية صغيرة معمرة على الفاني نحتاج كذلك للفارينا رايح نشوف المقدار بالضبط اللي رايح نستعملوا لتحضير هاد لي مادلان مع الشيشة تاع الملح وزوج اكياس من الخامير الكيميائية وزن الكيس 10 غرام بسم الله على بركة الله بالنسبة لطريقة التحضير في ايناء رايح نحط البيض هنا عندي خمس حبات بيض بالنسبة البيض انا اللي استعمتوه كان حجم تاعه صغير اذا كان البيض التعكم حجم تاعه كبير استعملوا فقط اربع حبات بيض رايح نضيف معه كاس تاع السكر رايح نخلط هاد البيض مع السكر منيح حتى نتحصل على خليط يكون لون تعو فاتح وكذلك رايح يضاع في الحجم دياله بعد ما نخلط منيح البيض والسكر ونتحصل على هاد الخليط الرغاوي كما راكم تشوفوا معايا هنا يلبيض كذا هطلع منيح هذا هو اللي هيعطيني الخفه لهاد البيض في هاد الاثناء نبده نضيف في الزيت وبالنسبة للزيت حنضيفها تدريجيا كأنه نخدم في المايوناز نحط شوية بشوية في نفس الوقت نخلط بالباتر بالنسبة لهاد البيض سواء كان بالباتر ولا بالبراميكسر ولا بالبلندر يعني كل هاد الالات ستعطيكم نفس النتيجة ندخل منيح هاد الكمية على الزيت نزيد العلبات على الياورت بالنسبة للعلبات على الياورت نذكركم انكم تقدروا تستغناءوا عليها وتعوضوها بنصف كاس تحليب بالنسبة لحجم الكاس اللي استعملتو انا حجم ديالو ميتين وعشرين ميليليلتر لكن نفكرك ونقول لك انك تقدر تستعملي اي كاس يكون عندك في الدار يكون الحجم التاوى متوسط ما يكونش كبير بزاف وما يكونش صغير حريحة تكيلي به الزيت وكذلك السكر والفارينة ريحة تعطيك نفس النتيجة بعد ما تحصلت على هاد الخليط نبده نضيف في المواد الجافة نضيف الخاميره الكيميائية هنا عندي كيسين من الخاميره الكيميائية دائما بالنسبة الخاميره الكيميائية من افضل انكم اه تصفيها هاكدا يا هاكدا بشتتوزع في كامل لاباتي ديالكم وتعطيكم نتيجة منيحة نضيف كذلك الكاس اللي ولتال فارينة مبشور البرتغال اللي تقدر تعوضوه بمبشور الليمون او ملعقة صغيرة تكون مع مرام لفانين كذلك ما تنسوش بالنسبة للياوغت نستعملنا ياوغت معطب رايح يعطينا بنا لهاد المادلان ندخل هاديك الفارينة هاكدا شوية بشوية هاكدا بهاد باريقة حتى ندخل كامل الكاس اللول باش نشوف القوامتها العجينة ديالي وباش نضيف الكاس الثاني هنا نضيف الكاس الثاني تال فارينة الفارينة انا كنت صفيتها من القبل يعني هويتها ندخل منيحة الكاس الثاني تال فارينة بالنسبة لهنا الفارينة تقدروا لما تدخلوها تستعملوا او مغرفة ولا اي حاجة تكون عندكم في الدار او فوي كذلك نضيف الكاس الثالث تال فارينة هناك كنت استعملت ثلاثة كيسان تال فارينة ندخل منيحة الفارينة هكدا شوية بشوية هنا الاباتة هي مهوية بالبزاف هنا الاسكتوس كامل تحد لمادلان رايحة تكون في الفارينة هنا لانه رايحين تتحصلوا على هاد القوامتها العجينة لانه اذا كانت الفارينة نقصة الاخون فيتور هادك لما تحطوه في الواسط ماهوش رايح يقعد لكم واذا كانت تقيلة كذلك رايحين يجوكم يجوش ابنان لمادلان يحبوا يكونوا خفاف هنا كنت حضرت هاد الكيسات لمادلان اللي كنت حطيت فيهم هاد الكيسات من الورق هنا بالنسبة لهاد الكيسات نوعية الورق تحون بابيه اللي كنت شريتهم حبيت نتقاس معاكم هاد الفكرة اذا لقيتوهم في المخشي سطقوني رايح يكون هيلين وكذلك الاباتة لما يطيبوا لمادلان ما مش رايحين يلسقوا في هاد الكيسات رايح نعمر هاد الكيسات كيما راكم تشوفوا معايا رايح نعمرهم للنص نحاول نحط ملعقة كبيرة تكون معمرة تاع الخارج تاع العجينة ضروري هنا نعمروا لكيسات نصف لكيسات نعمرهم للنص بعد ما نكمل نعمر كامل لكيسات بالنسبة اللاستجوس اللي نستعملها انا باش نحافظ على كونفيتور في وسط الحباتة لمادلان هنا عندي كمية من الفارينة رايح نرش كامل هاد الكيسات ها قدائي بشوية تاع الفارينة ما تكترش الفارينة فقط شوية شوية ها قدار الشابر وننضمن لكم ونقول لكم اكيد هاد الفارينة لما يطيبوا لمادلان ماكوش رايحين تتحصلوا عليها رايحات تختفي تماما نبدأ نضيف لا كونفيتور كذلك بالنسبة للحيلة هنا يلازم نوعية لا كونفيتور تلعب الدور كبير لازم لا كونفيتور يكون ها قدار جامد انا استعملت لا كونفيتور تاع المشماش تقدروا استعملوا اي دوق كذلك استعملت لامر كعمر بالنعمر يجي ها قدار يجي جامد ما يجيش سائل نحاول نحط هاد الكميات على كونفيتور في الواسط تاع الحبات وفوق هادك الفارينة اللي حطيتها نغطي لا كونفيتور بشوية تعلابات ها قدار حاولي مغرفة تكون ماشي مع مرة نحاول انني نغطي كامل هادك لا كونفيتور ها قدار ونوزع نيح هادك لابات على السطح ها قدار غير بالعقل نحبط هادك لابات غير بالعقل ونسقها ها قدار بالعجينة نغطي كامل هادك لا كونفيتور ها قدار باش كنحط لي مادلاني طيبو ما تتحرقش هادك لا كونفيتور هنا كمية العجينة لازم تكون صغيرة ما تكونش كبيرة اذا كنتو حطيتو كمية العجينة كبيرة رايحت تضغط على هادك لابات الفيتور وهي حتهبطو للتحته اا ولهذا ما يجيكمش في الواسط قبل ما نحط لي مادلان في الفن هنا رايح نزين السطح ديالهم بشوية الكوكاو اللي كنت حمصته ورحيته تقدر تعوضوه بشوية على نواة كوكو حيعطيكم كذلك بنا ولا تقدروا ضيفو شوية على السكر او تخلوهم كما راهم هذا يبقى على حساب الرغبة ديالكم وهنا كنت سخنت الفرن على درجة حرارة 180 درجة وخليتو يسخن حوالي 4 ساعة من قبل بعد ما سخن الفرن رايح نخليهم يطيبو بعد ما يحمارو كامل في الاطراف رايح نطفع ليهم الكوشة من الاسفل ونشعل لهم الكوشة من فوقه ونخليهم ياخدو اللون الذهابي اما بالنسبة لعجينة المتبقية ضروري انك تغطيها بكيس بلاستيكي واذا شفتها نشفت معك تقدر تضيف لها ملعقة ولا زوج من الحليب بعد ما طابوا اللي مادلان واخدوا اللون الذهابي نخليهم يبردوا وبعد ما يبردوا نكمل نطيب اللابات اللي قعدت لي هنا شوفوا بعد ما بردوا اللي مادلان كيفاش يجوا اللي قساد كيفاش يتنحوا بسهولة من الحبات اللي مادلان وشوفوا اللي مادلان كيفاش يجوا مهويين ويجوا خفاف بالبزاف ستقوني ويجوا بنان البنت تحم كذلك ولا عروعة جربوهم البنت وان شاء الله باذن الله حريحين تتحصلوا على نفس النتيجة هاد الوصفة مضمونة مية بالمية وموجة ضعبة نقسم لكم شوفهم كيفاش يجوا في الوسط ريحين يجوا خفاف وهشاش يعني لابات هادي ولا اروع لابنتي داج بتكم لا فيديو تعانها اليوماش شجعوني بالاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد من القناة اما انتم مشتركة الوفيات نقلكم شجعوني بلايك وكذلك تحليق برطاجوا لفيديو ما احبابكم واستقائكم لتعم الفائدة قلكم الى اللقاء احبكم في الله في فيديو اخر ان شاء الله